وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ وندى ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين تفروا إلها لا إلا إذ فن استراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا للموزوا وقالوا أساطير الأولين اكتبا فهي ثم لا علي بكرة واصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رهيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لولا أنزل إليه ملك فيكون ما هو نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون فبيلا كبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة ويعتبنا لمن كذب بالساعة سهيرا إذا رأتم من متان بعيد سمعونا فغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها متانا ضيقا مقرمين مقرمين دعوه هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واهدا وادعوا ثبورا شثيرا قلنا ذلك خيرنا مجنة القلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاءا ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وادا مسؤولا ويوم يحسروا ما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخل من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نتهم ذكر وكانوا قوما دورا وقد تلبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقوا عذابا كميرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمتون في الأسواق واجعلنا بعضكم لبعض كتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا عنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا أثوا كميرا يوم يرون الملائكة لا بشرى لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون إجرا محجورا وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه نباء منصورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق الرحمن وكان يوما على الكافرين أسيرا الملك يومئذ للحق الرحمن وكان يوما على الكافرين أسيرا ويومي عبد الله على يدعيه يقول يا ليتني اتخلتما الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خجولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وتذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وتفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كبروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فعادة ورسلناه ترسيلا ولا يأتونك بمثل إلا بئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحجرون على ردوههم إلى جاننا أولئك شرمتانا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وأخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا وقوم نوح لما كذبوا ورسلا غرقناهم واجعلناهم من الناس آية وأعتدنا للظالين عذابا أليما وعادا وتموج وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطرستا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرزون نشورا وإذا رأوك إن يستخذونك إلا هذوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لونا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لونا أو صبرنا عليها وسوف يعلمون فين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه نواه أفأنت تكون عليه وسيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كلا نعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مدى من ولو ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء قهورا لنحي به بلدة ميتا ونسعيه مما خلقنا أنعاما وناس يكثيرا ولقد صرفنا من بينهم ينكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربي ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتقد إلى ربي سبيلا وتوتل على الحي الذي لا يموت وتبح بحمده وتفى به بذنور بعباده خفيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن فنسجد لما تأمرنا وزادهم نطورا سبارة الذي جعل في السماء مروجا وجعل فيها فراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار فلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد فكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون ما الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذلون ومن يفعل الآلت يلقى أزاما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وآمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله صياتهم حسنا وكان الله رفورا رحيما ومن تاب وآمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قررة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلطرون فيها تهية وسلاما خالدين فيها أحسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبع بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فقد كذبت ترجمة نانسي قنقر